أعتقد بأن هذه المبادرة التي تتقدم بها الوزراء الخارجية والوزراء السابق الأفارقة من أجل تصحيح خطأ تاريخي وخطيئة قانونية وقعت داخل أروقة منظمات الوحدة الإفريقية وورثتها للأسف منظمات الاتحاد الإفريقي هذا النداء الطنجة الذي عقد قبل أشهر نوفمبر السنة الماضية حدد الهدف الأساسي لهذه القادة والمجتمعون 16 مسؤول إفريقي حددوا بأن الهدف الأساسي لهم هو طرد الكيان جباة البوليزاريو داخل أروقة الاتحاد الإفريقي أولا من أجل تصحيح كما أشرنا إلى خطأ تاريخي وقع فيه القادة الأفريقية بضغط من بعض الدول من بعض إطار التحالفات التي كانت سائدة في تلك الفترة وتانيا نتيجة لاستبعاد المغرب بعد فترة الكرسي الفارغ التي انخلط فيها المغرب خروجها من أروقة الاتحاد الإفريقي احتجاجا على هذا الخطأ وتالثا هي محاولة من تصحيح هذا الإرث التاريخي الذي يعرق المسيرة التنمية وإرساء دعامة أساسية للاتحاد الإفريقي في داخل المجال الإقليمي أولا وفي المجال الدولي تانيا في تقديري أنه كان خطوة ديبلوماسية من هذه القادة السابقون ورؤية استراتيجية فيما يمكن تسميته في ديبلوماسية المسارات التالت يعني بعيدا عن المسارات الحكومية والغير الحكومية يعني هذه المبادرة التي تقدم بها هذه القادة الأفريقة في هذا الوعي وعي بأهمية دورهم أولا وتانيا وعي بأهمية تجاوز هذا الاختلال القانوني والاختلال التاريخي داخل هذا المنظم الذي يعرق تحركاتها في النزاعات الإقليمية أولا ودورها المحدد الأساسي في الفضاء العالمي الذي يشهد تغيرات خصوصا هذه التغيرات الأخيرة وشهدنا مجموعة من لقاءات بدأت في طنجا واستمرت في مجموعة من العواصم الإفريقية وتانيا حددت بأنها ستقدم من خلال هذه اللجنة لجنتها الخاصة ستقدم الكتاب الأبيض هذا الكتاب الأبيض الذي قدمه قبل أيام بمراكش سيقدم إلى كافة القادة الأفارقة وهو يحدد المبادئ الأساسية التي تستند عليها هذه المبادرة المبادئ الأساسية القانونية بالذات من أجل ضحض فكرة أن هذا الكيان دولة أولا وتانيا ضحض فكرة أنه بقاؤه داخل أرويقات الاتحاد الإفريقي لذلك أهمية هذه المبادرة على أنها جاءت من أجل أن تنتقل إلى الإطار الثاني وهو النقاش المفتوح مع القادة الأفارقة وداخل أرويقات الاتحاد الإفريقي من أجل تقديم مجموعة من الأسوس القانونية والأسوس السياسية والجيوسياسية لهدفها الأساسي وهو طرد هذا الكيان من داخل أرويقات الاتحاد الإفريقي أول مرة مبادرة إفريقية داخلية يتزعمها قادة أفارقة يعني على الطلاع واسع بالقانون الدولي أولان وتانيا بأبعاد الملاف وتالتا بالمصار الذي قطعوا الملاف لذلك طبعا هذه الخطوات بهذه التركيبة وبهذا الإطار الاستراتيجي الذي انبنت عليه وهذا الهدف الأساسي الذي حددته حددت طرد هذا الكيان من منظمة الاتحاد الإفريقي لكنها انتبهت إلى الهدف آخر وهو توسيع آفاق تحرك هذه المنظمة الاتحاد الإفريقي يعني ليس الهدف فقط من أجل طرد هذا الكيان وإنما من أجل تصحيح الدور الأساسي لهذه المنظمة داخل فضاءها الإقليمي أولا وتانيا من أجل إعادة بات دماء جديدة داخل أرويقات هذا الاتحاد لذلك كل هذه الخطوات ستكون مزعجة ومؤلمة لخصوم الوحدة الترابية لأنها الأول مرة تنطلق من داخل الاتحاد الإفريقي وتانيا هناك هي استمرار لما صار داخلي ونقاش داخلي داخل إفريقية بالذات ينتبه هؤلاء الزعامة وهذا القادة الأفارقة إلى أن هناك أخطاء تاريخية يجب تجاوزها في علاقتهم بهذا الملف ملف قضية وحدتنا الترابية عدم الجانب من جانب آخر أهمية هذه المبادرة على أنها ستفضي في الأخير إلى نقاش داخلي وهذا سيزعج الخصوم بالذات لأن نقاش الداخلي هذا ما لا يريدونه تابعنا كمتابعين كيف أن المحاولات التي تقدم بها المغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي من خلال محاولة بات دماء جديدة داخل المؤسسات وتعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز المسائلة داخل أرويقات الاتحاد أزعجت الخصوم الوحدة الترابية وأزعجت المحور وفككت طبعا المحور الذي كان يعادي المغرب جزئيا لكنها من جانب آخر أبرزت هذا الإشكال الكبير الذي يعاني منها منظمة الاتحاد الإفريقي عفوا لذلك هذا المبادر هذا النداء طانجة والأهم فيه هو أنه انتقل إلى خطوات ثانية يعني أنه أرسل هذا الكتاب الأبيض هذا الكتاب الأبيض ليس كلام إنشائي وإنما هو مقارعة وحجج قانونية تثبيت بالملؤوس من طرف مختصين وهي ترجمة لنقاش داخل داخل إفريقيا أول مرة يصحح هذا الاختلال ويؤكد على أن هناك خطأ تاريخي خطأ قانوني والأهم من ذلك هو لا يتوقف عن مجرد الخطأ وإنما هي ينادي بتصحيح هذا الخطأ وتجاوز هذا الإرت الذي ورثته لمنظمة الاتحاد الإفريقي عن منظمة وحدة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر